الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين معاكم باشمان تسعبد الرحمن فرغالي وإن شاء الله مكملين مع بعض كورس باور الالكترونيكس كلم في الفيديو ده عن البوست كونفيرتر ومش هايختلف الاناليسس أول اللي احنا عملناه عن الفيديو اللي فات يعني احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الباك كونفيرتر وكان فيه L-C لما انتو قلنا ان فكرة عمل الدايرة قيمة على الانيرجي كونفيرجن اللي بتبقى موجودة على الـ L ان انت بتشحن الـ L وبعد كده بتبدأ تفرغ عن طريق الشحن والتفريغ والفولت الابلايد على الـ L ببدأ اطلع معادلتين ومن المعادلتين اقدر اجيب الريليشن ما بين الـ VN والـ VOUT دواير اللي تشوبرز كلها سواء step up او step down او الاتنين قيمة ان انت تبقى فاهم ايه الغرض من الدايرة انا عاوز ايه انا عاوز فولت اقل من فولت السابلاي فاستخدم step down عاوز فولت اعلى من فولت السابلاي فاستخدم step up عاوز حاجة تديني الاتنين فانا عاستخدم ساعتها up down ايه circuit وقلنا ادام عندنا L-C كباسive element في الدايرة فالنوع ده من الدواير بيسمى switched mode power regulator او switched mode power supply هتلاقي لها مصطلحات كتيرة يعني انا محتاج اعرفيه في كل دايرة محتاج تعرف شكل الـ configuration الـ relation الـ waveforms اثبات العلاقة ما بين الـ VOUT والـ V input الحاجات المور ادفانسد واللي برضو الناس ممكن تكون ملمة بيها دي مش ممكن هتلاقيه في المنهج عليك واحنا شرحناها بحيث ان الناس برضو اللي بتحتاج الانالسس بتاعة الـ converter في الـ design العملي نبقى حاطين كل حاجة في الفيديو يعني احنا في التسجيل بتاعنا مش بنتارجت نقطة معينة وملناش اي علاقة بالباقي عشان برضو الكلام يبقى واضح والناس ما تفتكرش ان كل المحتوى هو محتوى هتمتحن فيه لا مهم جدا الـ إثبات ومهم جدا الـ relation ومهم جدا ازاي تعوض في القانون والكلام ده كله لكن فكرة بقى i-minimum i-maximum L-minimum والكلام ده كله ده احنا بنديه بس عشان الناس تبقى فاهمة عملية الدزان الماشية ازاي دكتور عمر مسلا في الجزء بتاعه عشان برضو المادة بتتدرس للعام مع دكتور عمر وتتدرس للخاص مع دكتور ماجدي فدكتور عمر مسلا بيهتم شوية بفكرة تبقى فاهم الـ rebel current والـ rebel voltage في الإثباتات والكيرفات لكن على المقابل دكتور ماجدي ممكن موضوع الكيرفات بيشروح بس عليها لكن مهم جدا الناس تبقى عارفة ازاي تجيب الـ relation وكمان ازاي يعوض فيها خلاص طيب شكل الدايرة نبدأ بشكل الدايرة شكل الدايرة أنا عندي supply وبقى عندي هنا الـ L وي-switch هو اللي بقى موجود هنا دلوقتي الشكل ده وبعد كده بقى الـ diode موجود هنا وعندي الـ C وعندي الـ R بالشكل اللي قدامي ده السويتش عشان يشتغل بتدينه الـ VGS بتاعه وهنا الـ L وهنا الـ VS قلنا وهنا الـ V-Out وهنا الـ C وهنا الـ DiT خب بالك بقى بقى بص مكان الـ L بقى موجود فين طبعا انت هتقولي طبعا مش ماندس هيا دي مش L-C هاي انت اشتغلتنا في الفيديو اللي فات لا ما اشتغلتكش بس كان تبقى فاهمة في الاول انا الدايرة فعلا هي باين ان انت عندك filtration الطيار اللي طالع او الفولت اللي طالع فيه فكانت واضحة وصريحة ان انت عندك L-C filtr لكن من هنا كان عملية التطوير ويه الـ Development في الـ Converter ان الناس قال له خلاص او انا مش استفدت من الـ L لما كانت موجودة بتعمل filtration وعملت بها فكرة الـ Conversion وكده طب تعالا بقى نعمل Reconfiguration او نعمل بعد كده Remerging الـ Component ونشوف شكل الدارة ايه اللي يحصل فيها فده بقى اللي اخدنا للبوست واخدنا للباكبوست واخدنا للتشوك وفيه غيرهم كتير خد بالك احنا بنتكلم في 12 Converter موجود في الجزئية دي لكن انت بتدرس بس دول يعني الكسم الخاص هيدرس باكبوست يعني باكبوست وباكبوست لكن الكسم العام دخله الدايرة بتاعت اللي تشوك ففيه حاجات يامة يعني فيه دواير يامة موجودة ده شكل الدايرة بتاعتي وطبعا احنا فهمنا من الدايرة بقى فاهم الـ relation او القوانين اللي انا محتاجها فهتلاقي ان انت عندك هنا الطيار اللي طالع من Sublight IS وهو هو اللي هيبقى الـ I اللي بالنسبة لي وهنا عندي الـ IC وهنا عندي الـ I Out خلاص المفروض ان انا عندي هنا الـ IC هو الـ IS ناقص الـ I Out حسب تشغيل الدايرة ومفروض ان الـ Volt اللي على المقامة هو هو الـ Volt اللي موجود على المكسف برضو مفيش مشكلة فيه حاجة تاني ويهو الـ IS equal IL بس فيش حاجة تاني احنا محتاجينها لما نيجي نرسم الكروفات هو برضو عندي Volt Supply هو هو Volt Supply هو Volt ثابت مع الـ Time مفيش مشكلة وبا كده عندي البالس اللي عبدأ احطها اللي هو الـ VGS بتاعي عبدأ اعمل On Off On Off برضو مفيش مشكلة لما نيجي نرسم الـ I L هل الـ I L هتختلف معايا في فكرة ان انا اول ما يحصل ان السويتش يقفل ان انا اشحن واول ما افتح افرغ اشحن افرغ اشحن افرغ ما بين مين ما بين I Maximum وما بين I Minimum برضو بس انا الـ Average بتاعي مين هو مين انا اشحن مع مين ولما افتح افتح ازاي يعني دلوقتي لما اجي اشحن انا اول ما اقفل السويتش يعني خلينا لو احنا جينا بصينا على الدايرة زي ما احنا عملنا في الباك الدايرة في الاول Closed وبعد كده Open خلينا نفرد في Closed الاول قلنا في Closed المفروض ان انا عيبقى عندي Supply وعندي الـ L وهي المفروض اعقفل الدايرة كالسويتش فهتلاقي ان Supply parallel مع الـ L الطائرة عمر كده فيحصل عملية الشحن وهي هتلاقي ان الجزء التاني بسبب ان السويتش مقفول بقى عندك المكسف موجود مع الـ Load تمام؟ طيب ده هنا الـ I Out وهنا الـ R وهنا C طب Open سويتش مفتوح بقى الدايرة كلها بالنسبة لي مفتوح مفيش مشكلة قادي الـ L والسويتش مفتوح خلاص هيخش على الدايد وبعد كده عندنا الـ C وبعد كده عندنا الـ R واخد بالك ان انت Subly هو اللي بيشحن موجود كطيار بمر ولما تفتح تفرغ برضو الـ I S موجود آه يعني الـ Average Value بالنسبة لي للإسوليشن دي هي تشغيل معتمد على الـ I S ان انا بشحن وحتى انا بفرغ برضو الـ I S كAverage Value موجودة ده الفرق ما بيني وما بين الباك انت كنت في الباك السويتش كان موجود على الـ N فما كنت بتفتح وتقفل انا معتمد في طيار الـ L ان هو related لطيار الـ Out مش طيار الـ Input واخد بالك الاختلاف انا هنا بقى عندي طيار الـ Input هو اللي بقى ايه بقى موجود هتقولي يعني انت مش تقدر تستملي الـ I Out اقولك لأ فيش مشكلة ان احنا نرسم طيار الـ Out يا سلام ادي طيار الـ Out بالنسبة لي هو الـ V Out على R وبسبب ان انا عندي Inductus وعندي مكسف لحظة لما افتح السويتش واخد بالك المكسف هو اللي يبدأ يغزي الـ I Out فا اتلاقي ان انت عندك برضو مش هنختلف ان ده الـ I Out كيما سابتة مفيش مشكلة هنا اتطايم وهنا اتطايم طب المكسف والله هو المكسف هو ليريليشن احنا قلناها هو طيار السابلاي ناقص طيار الـ I Out المفروض ان المكسف لو جيت عملت تريسنج اتلاقي ان انت لحظة الـ Closed هو سالب I Out ارجع للدايرة طبعا من ننساش ان هنا مفيش طيارة عمر في الدايرت فعشان كده انا لسم الدايرة لكنها جزئين يعني فهتلاقي ان انت ساعتها زي ما احنا قلنا سالب I Out طب اول ما قفل له السويتش ساعتها هياخد الخارج بتاعي اللي هو الـ I-L بتاعتي فهتطلع حاجة بالشكل ده اللي هو انا اخد الجزء ده خلاص يبقى انا الـ I-C عيساوي سالب I Out لحظة الـ Closed ولحظة الـ Open المفروض ان الـ I-C عيساوي ايه I-S تقدر تروح الدارعة تبقى اسهلك بكتير هتاخد والله هتقول انا عندي لحظة الـ Closed ده Closed وده Open خلاص لما اقفل السويتش هيبقى سالب I Out لما افتح السويتش هياخد الـ I-S بتاعتي هيبقى ده الشكل هبدأ ايه؟ هيوسليت بالشكل اللي قدامي ده خلاص ده بالنسباني الـ I-C لما اجا اقول لك احسب لي الـ Ripple Voltage الـ DV هتقول لي والله المفروض ان انت خب بالك هو انا الـ Ripple Voltage ممكن اجيبه ازاي انا عندي الـ I-C بتساوي CDV by DT فانا لو كاملت واسمت على الـ C فهتلاقي ان انت تكامل ده حاجة نازلة كده اللي هو السالب كونستانت هيبقى كنه سالب T بالشكل ده لما اجا كامله وبعد كده ابدأ اشحن شحنة صغيرة اللحظة دي وبعد كده ارجع انزل تاني اشحن تاني انزل تاني فدي شكل لطيار المكسف مفيش مشكلة فيها خلاص يبقى احنا رسمنا الطيار الـ L باكاة رسمنا الـ I-Out وباكاة رسمنا طياري الكاباستر اللي معتمد على جزء في لحظة الـ Closing وجزء في لحظة الـ Open وباكاة رسمنا الـ Ripple بتاعة المكسف اللي موجود على الـ Load حان وقت الاثبات زي ما احنا عملنا في الفيديو اللي فات انا عاوز اثبت اجيبي الـ Relation ما بين الـ V-In والـ V-Out نجيبها ازاي الخده واحدة واحدة طول المفروض اننا عندي سفر لـ T لـ KT المفروض لما قفل السويتش هنرسم الدايرة هنبقى عندي هنا مع الـ Inductress خلاص فيه طيار هنا طيب هنا V-L وهنا V-S لما نيجي نكتب هنقول والله ان انا عندي هنا كده الـ V-S بتساوي الـ V-L طيب الـ V-S هتساوي ايه L-D-I طيب الـ D-I هي مين هنا I maximum ناقص I minimum ما نساش ده خلاص ومن هنا ممكن اقول ان انا عندي K في T في V-S هي equal L-D-I ادي معادلة المرحلة التانية او اللحظة التانية لما اشتغل من KT ليه واحد ناقص K في T اللي هي ايه الجزء التاني من التقطيع شكل الدايرة يبقى عامل ازاي خلاص شكل الدايرة يكني مفتوح هادي مفتوح وهادي الـ R وهادي هنا ده V-S ده صغير وده كبير ها وهادي V-Out وهادي هنا الـ V-L لما تيجي تكتب المعادلة بتاعتك الجميلة هتلاقي ان انت عندك الـ V-S ناقص الـ V-Out هتساوي الـ V-L خلاص خلاص لان المفهول ان الـ V-S ناقص الـ V-Out ناقص الـ V-L equal zero لو انت طبقتك V-L كده يبقى انت ممكن تقول ان الـ V-S ناقص الـ V-Out هتساوي الـ V-L تمام بس الـ V-L هنا بتساوي ايه بتساوي L-Di على واحد ناقص والـ D-I هي مين هي I minimum ناقص I maximum عشان لما اجي عود يبقى انا اممكن اقول ان انا عندي واحد ناقص K مضروبة في الـ V-S ناقص الـ V-Out بتساوي سالب L-Di اللي هي انا نعملها فوق اللي هي I maximum ناقص I minimum خلاص نشيله بقى ده بنا عندي واحد ناقص K في V-S ناقص V-Out واحط الجزء اللي فوق بعد ما زبطته اللي هو مين K في V-S في T K في V-S في T ما ننساش الـ T هنا هتروح الـ T مع الـ T هتلعلك ان الـ V-S ناقص V-Out ناقص K V-S زائد K V-Out هتساوي ناقص K V-S V-S دي نزلت معانا ما تنساش فده يروح مع ده وهتلعلك هنا ان الـ V-S بيساوي V-Out ناقص K V-Out هتلعلك ان الـ V-S بتساوي V-Out واحد ناقص K هتلعلك بعديها ان الـ V-Out بتساوي V-S على واحد ناقص K وهو المطلوب إثباته خلاص يبقى انا دايما بقفل السويتش وأجيب الـ Relation واخد بالي هي مين اي مين اي ما بنقص اي ماكس اي ما والعكس بعد كده أفتح السويتش وأروح برضو أجيب وأعود من ديف دي فتلاقي الـ Relation وأبقى عارف الـ Relation أعارف في الباك K-V-S في البوست K V-S على واحد ناقص K في الباك بوست وهكذا هتلاقي ان الـ Relation على فكرة سهلين جدا يعني ولوزاز في ايه متابعتهم والوصول للنتيجة بتاعتهم يعني انت زي ما انت شايف احنا برضو ايه ما بنتعبش يعني هي الدنيا لذيزة وسهلة و ايه تمام يعني مفيهاش مشكلة خلاص طيب من دائما الحاجات زي ما قلتلك اللي هي الـ Optional تبقى فاهم بقى ان انت ازاي تجيب الـ I minimum يعني الـ I minimum في حالتنا هي بتساوي ايه لو انا اللي رحت عشان اجيب الـ I minimum احنا رحنا ايه بنروح للكيرف بتاع الـ I L هي قيمة الـ I S ناقص الـ Ripple الـ Ripple اللي هي DI على 2 اللي هي الـ I maximum ناقص I minimum على 2 طب الـ I maximum هي الـ I S زائد الـ Ripple شايف ده الاختلاف ما بين الباك والبوست في الباك كنت بتقول I out لكن هنا لقى انت هتقول I S ناقص delta I على ايه على 2 طب الـ I maximum هي بقى I S بس بلس DI على 2 اجيبي الـ I S ازاي يا دي النقطة بقى انت الـ I out كانت سهلة V out على R في الباك لكن في البوست انت عاوس طيار الـ N لان هو ده اللي بقى موجود مع معادلة الطيار الـ Inductance اقول لك والله واحدة واحدة احنا الـ bar بالنسبة لنا ايه كباور كونفرجن باور سابتة اجيب اللون ده ان الـ B N بتساوي الـ B out طب الـ B N ايه مشاه V S I S والـ B out اللي هو V out I out تمام ما انا ممكن اقول ان الـ V S I S بتساوي V out تربيع على R حلو ما انا ممكن اقول ان الـ V out المفروض انا جبت علاقة دلوقتي ما بين الـ V out والـ V S فانا ممكن اقول ان الـ V S في الـ I S بتساوي V S على واحد نقص K الكل تربيع على R عاوس تقول ايه يعني اقولك ان الـ I S بتساوي V S تربيع على V S في واحد نقص K تربيع في R فV S تروح مع V S يطلعلك هنا ان الـ I S هي V S على واحد نقص K تربيع مضروبة في R ياه ايه ده باش مهندس معلش معلش جديدة بس سهلة يعني احنا ايه من قانون الباور خلصناها طيب انا ما بعمل كده ليه بعمل كده ليه عشان نشوف الـ L واقدر اعمل الـ L المناسبة عشان ما يحصلش discontinuous current طيب ما ينزلش الزيرو ده التعب كله ده التعب اللي احنا بنتعبه وبالتالي انت هتقول ساعتها ان الـ I minimum بقى بيتساوي ايه بقى دلوقتي I S احنا قلنا ناقص Delta I على اثنين طيب الـ I S خلاص جبناها V S على واحد ناقص K تربيع في R طيب الـ Delta I على اثنين هتجيبها منين هتجيبها من معادلة الـ DI اللي احنا استنتجناها واحنا مش استنتجنا هنا معادلة للـ DI بتساوي K في V S في T على L يبقى K في V S في T على L التى ممكن تنزل تحت بـ F أنا ساعتها عندي هنا الـ I minimum تساوي V S على واحد ناقص K تربية في R ناقص K في V S على F في L ده الـ I minimum اللي هي بناءا عليها احنا نعرف الـ L minimum يبقى انا لو سويت المعادلة دي بزيرو اقدر اجيب الـ L minimum وبعديها اخلي الـ L بتاعتي اكبر اكبر من عشر اضعاف الـ L minimum وأنا بعمل خلاص فانت دي ممكن اسبها لك هتقولها هو الـ V S على واحد ناقص K تربيع في R بتساوي الـ K V S على F في L minimum ف الـ V S تروح مع الـ V S ويتخلي الـ F هنا والـ K هنا وتجيب من هنا الـ L minimum فما فيهش مشكلة يعني ايه انا شايف ان الخطوة دي سهلة مش هتتعبك في حاجة ما تنساش طبعا احنا بنقول على اتنين فلازم تقسم على الاتنين هنا ها والنتيجة النهائية برضه عشان متعبش حالك هتطلع لك ان الـ L minimum انا طلعتها K واحد ناقص K تربيع في R خلاص ثواني معلش عشان ايه كل تربيع في R على اتنين في F خلص الموضوع كده فاضلي بس الريبل يعني فاضلي حتة الريبل وانا بعمل ديزاين السي انا عاوز مثلا احط كيمة السي اللي تعمل لريبل مثلا فولتجي خمسة في المية هكذا وهكذا قلنا بنجيبها منين انا مهم جدا الكيرف بتاع الـ IC اللي احنا اثبتنا ان هو سالب I out وبعد كده بياخد الـ IC سالب I out فانا ممكن اقول ايه انا ممكن اقول ايه ممكن اقول ان احنا قلنا احنا عندنا الـ Q هتساوي الـ C في V فالـ DQ هتساوي الـ C D V خلاص الـ DQ بنجيبها ايه بنجيبها من الـ Area المفروض ان انا عارف ان الـ Time ده هو كيف تي خلاص والـ I out ممكن اقول انها V out على R ممكن ايه بنجيب الـ Area من المفروض ان الـ أستنتج العلاقة باقصة الـ DQ احنا من هنا الـ DQ اقول ان هيه بتساوي V out على R في K في T بتساوي C D V التي بننزلها في المقام يبقى cdv بتساوي vout في k على f في r ومن هنا ممكن تقول ان c بتساوي vout في k على dv في f في r انت بتأيه بتأسيوم ال vd مثلا 5% 2% ومعاك ال f ومعاك ال load ومعاك ال k ومعاك ال vout اللي انت عايز تطلحها تحسب من هنا c وهو المطلوب إثباته لو جينا في موضوع المسائل بقى تلاقي الدنيا سهلة وتعود مباشر يعني مثلا لو جينا اتكلمنا على مسألة المفروض ان هو عاطيني vs equal 200 فولت وعاوز vout طبعا يكون اعلى في هدوث 320 فولت وقال لك ان fs بتاعتك 250 هرت عاوز ايه عاوز تحسب له t on والt off بتعرف تعملها او انا متعرفش من اسهل ما يمكن ليه انا من هنا اعرف احسب ايه اعرف احسب k المفروض ان v out بتسوي vs على واحد نقص k معاك الاتنين ف هتجيب من هنا k بتاعتك خلاص من k المفروض ان t on بتساوي k في t t تعرف تجيبها او لا تعرف تجيبها المفروض ان t هي واحد على f يبقى انا بعد ما جيبت هتضرب k في واحد على f اللي هي واحد على متنين وخمسين جبت t on طب t off بتساوي ايه تساوي t ناقص t on دي مسألة هو تعويض مباشر مسألة تانية عطيك ان انت دي مسألة رقم واحد مسألة تانية عطيك ان fs باثنين كيلو هيرتز حلو وعطيك ان vs 200 فولت برضو والv out 250 فولت عاوز برضو ال on والoff time خلاص مع نفس المسألة اللي فوق هتقول ان ts بتساوي واحد على اتنين كيلو جبتها ومن هنا تجيب k جبتها والt on بتساوي k في t هتجيبها والt off بتساوي t ناقص t on شكل الدايرة مهم تبقى عارف يبقى احنا الخلاص عارف ال configuration عارف relation والاسباب بتاعها عارف ال wave forms المختلفة وفي الاخر الغرض متدايرة احنا اخدنا لحد الوقتي الباك واخدنا ال ايه البوست ان شاء الله الفيديو الجاي نبدأ نتكلم عن الباك بوست كومبرتر شوفكو فيديو قادم اهم حاجة تفتكرون بدعو بظهر الغيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة